الحمد لله رب العالمين ولا شبيه ولا مثيل له ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء لأنه ليس كمثله شيء مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين ورضي الله عن جميع الأولياء والصالحين أما بعد إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم فتحصيل العلم عبادة عظيمة والإخلاص فيها فوز ونجاة وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وبين لنا في هذا الحديث أن الإخلاص شرط أساس في الأعمال الصالحة لقبولها من حيث السواب وحذرنا من الرياء فقال فيما رواه الحاكم في المستدرك اتقوا الرياء وفي لفظ اجتنبوا الرياء فإنه الشرك الأصغر ما معنى فإنه الشرك الأصغر يعني ذنب من الكبائر يعني ذنب عظيم ليس مخرجا من الدين والإسلام لا إنما لعظم هذا الزنب سماه بالشرك الأصغر إذن نخلص لله الإخلاص اكسير العمل الإخلاص سر نجاح العمل نخلص في نياتنا لله تعالى في حضور مجلس العلم ونذكر غيرنا وندعو غيرنا لتعم الفائدة وليحصل الخير أكثر ونبدأ بدرسنا متوكلين على الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آل بيته وصحابته ومن ولاه صحيفة 183 يقول الشيخ جميل حليم الحسين حفظه الله تعالى حدث الناس بما يعرفون قال الإمام الهراري رضي الله عنه قال سيدنا علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله رواه البخاري معناه إذا حدثت إنسانا بحديث تعرف أنه لا يصل فهم هذا الإنسان الذي تخاطبه إلى حقيقة هذا الأمر بل يفهمه على غير وجهه فإن ذلك فتنة لماذا تحدثه به وهذا اللفظ وقريبا منه في بعض ألفاظه وفي بعض طرقه وفي معناه يروى مرفوعا أيضا وهذا فيه تأكيد على أهمية هذا التوجيه على أهمية هذا التنبيه وهذا مما ينبغي للدعاة مما ينبغي للمشايخ للأساتذة للأئمة للخطباء أن يعرفوا ماذا ينتقوا ويختاروا للناس للعامة لأن من الناس لو ذكرت لهم شيئا صحيحا لو كان مذكورا في القرآن لكن تعرفه ما زال جديدا ما زال بعيدا عن التسليم فقد لا يقبل منك فمن تعرف منه أنه قد يعارض والعياذ بالله تعالى هذه الآية الشريفة رأفة به الآن لا تذكر أمامه ولا تتكلم بهذا الأمر الذي هو سينكره أنت تعرف ذلك أو تعرف أن هذا الحديث إن ذكرته أمام هذا الإنسان الجاهل أو الجديد أو المبتدئ قد يعترض والعياذ بالله تعالى فرأفة به تنتقل به في أسلوب التعليم والتقديم بما يقبل ليصل إلى أن يقبل ما كان يرفضه في بداية أمره يعني التدرج فتذكر له تكلمه بالأمور التي يقبلها بالأمور التي يسلم بها ثم شيئا بعد شيء وشيئا فشيئا يسلم لكل ما جاء في الشرع وهذا للأسف يعني شيء نعوذ بالله تعالى من الأشياء المحزنة والمؤسفة أن تجد بعض الناس قد يعارضونك ولا يقبلون معك مع أن المؤمن والعاقل يسلم لكل ما جاء في دين الله يسلم لكل ما جاء في القرآن يسلم لكل ما جاء في الحديث الصحيح يسلم لكل ما أجمعت عليه الأمة وانتبهوا هنا فرق بين الإنسان المعترض على الدين المعترض على القرآن المعترض على الإسلام المعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ليس من المسلمين أما من كان مبتدئا هو لم يصرح ولا قال لك أنا أعترض على القرآن ولا على الإسلام ولا على ما قال الرسول لا إنما بعض الأمور بسبب جهله قد لا يفهم المعنى المراد منها فأنت من الحكمة والحنكة والرحمة والزكاء ينبغي أن تتلطف به لأن يصل إلى أن يصل إلى هذه المرحلة بحيث يقبل كل ما جاء في الإسلام والقرآن أما من كان صرح أو عارض أو هو والعياذ بالله تعالى يقول ليس كل ما في الإسلام يقبله العقل أو يقول ليس كل ما في القرآن يقبله العقل أو يقول الإسلام جاء بأمور لا يقبلها العقل هذا معترض على الدين هذا ليس من المسلمين مثل بعض الملاحدة اليوم الذين يقولون القرآن ظلم المرأة أو يقولون الإسلام ظلم المرأة أو يقولون الإسلام ما أنصف المرأة هؤلاء كفار ليس من المسلمين إذن يجب التسليم لكل ما جاء به القرآن يجب التسليم لكل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بعض أدعياء المشيخ اليوم ماذا يقولون؟ يقولون نحن يكفينا القرآن على زعمهم لسنا بحاجة لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء ملاحدة وزنادق لو كانوا يلبسون العمائم لو كانوا يلبسون اللفات لو قيل له فلان الفلان مع نسبته إلى الجامعة أو الكلية أو المؤسسة التي تخرج منها بعضهم ملاحدة من نحو ثلاث سنوات ناقشنا بعض هؤلاء وهم يدعون المشيخة يرفضون كل السنة النبوية يرفضون كل ما جاء عن الرسول هؤلاء زنادقة ثم من كفرهم ليضحكوا على الناس ماذا يقولون؟ يقولون القرآن يكفينا ولسنا بحاجة يقولون لسنا بحاجة لما قاله محمد ثم قولهم هذا القرآن يكفينا هذه حيلة لماذا؟ ليتوصلوا بها إلى إضلال الناس وتركهم ما قال الرسول ثم بعد ذلك ينتقلون بهم إلى ترك القرآن وإلى معارضة القرآن فمن شرط الإيمان بالله الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن شرط الإيمان بالرسول تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما قاله فمن لم يصدق الرسول لم يؤمن بالرسول ومن لم يؤمن بالرسول لم يؤمن بالله ومن لم يؤمن بالله ورسوله فهو كافر كما نص القرآن على ذلك ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ثم الله يقول في القرآن الكريم وما آتاكم الرسول فخذوه فيقال لهذا الملحد أو الزنديق يقال له تدعي أنك تكتفي بالقرآن وأنك تأخذ بالقرآن القرآن أمر بأن نأخذ بالحديث القرآن أمر أن نأخذ بالسنة القرآن أمر أن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم القرآن أمر أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا أنت زنديق أنت تقول نكتفي بما قال القرآن للتمويه وفي الحقيقة أنت عدو القرآن وكافر بالقرآن لماذا لأنك تكذب القرآن القرآن فيه وما آتاكم الرسول فخذوه هذا أمر من الله وما نهاكم عنه فانتهوا ولاحظوا الآية ما قالت وما آتاكم الرسول من القرآن فخذوه لا بل الآية أطلقت يعني ما جاءنا به الرسول من القرآن أو السنة فهذا أمر من الله تعالى لنا لنأخذ ما قاله الرسول وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إن الله قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إذن أين أنتم من هذه الآيات أليس القرآن فيه لتبين للناس إذن الرسول هو المبين عن الله وهو المفسر للقرآن والمبين لمعاني الآيات والمبين للأحكام إذن القرآن أمرنا أن نأخذ بقول الرسول وهنا انتبهوا من قطع البث وهنا أمرنا القرآن أن نأخذ بكل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لاحظوا وانتبهوا معي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وماذا قال ربنا في القرآن بعد؟ اسمعوا هذه الآية ويعلمهم الكتاب والحكمة قال ابن عباس رضي الله عنهما الكتاب القرآن والحكمة أي الحديث لاحظوا ماذا في الآية ويعلمهم الكتاب والحكمة لاحظ القرآن ذكر شيئا غير القرآن ذكر القرآن أولا ويعلمهم الكتاب يعني القرآن ما معنى والحكمة؟ قال ابن عباس الحكمة يعني الحديث يعني السنة النبوية هذا شيء غير القرآن لأن الآية قالت ويعلمهم الكتاب والحكمة يعني هناك القرآن الشريف وهناك شيء ثاني وهي السنة النبوية إذن القرآن أمرنا بالأخذ بهما بالكتاب والسنة بالكتاب والحديث الصحيح وهنا انتبهوا معي إذا قال لكم قائل لكن هناك أحاديث موضوعة وباطلة ومنكرة لسنا عن هذا نتكلم نحن نتكلم عن الأحاديث الصحيحة أما الأحاديث المكذوبة نحن نحذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم هو حذر من الكذب عليه أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار أليس الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من الافتراء عليه ومن القول عليه بلا علم نحن لسنا عن هذا نتكلم الأحاديث المكذوبة الموضوع المفترات هذه نحن نحذر منها وكلامنا ليس عن هذا كلامنا عن الأحاديث السابتة الصحيحة التي يؤخذ منها العقائد أو الأحكام أما الأحاديث المكذوبة والموضوع والمفترات والمختلقة فهذا نحن نحذر منه فإذا ننتبه هؤلاء الذين يقولون نكتفي بالقرآن إلى أين يريدون الوصول إلى ترك السنة إلى الطعن في السنة إلى ترك ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فاحذروهم وعرفوا أنهم شياطين وأنهم دجاجلة ولو تسموا بأسماء إسلامية شيخ وعالم ودكتور وفقيه وباحث ومحقق ومدقق اليوم شو بسموا حالهم على زعمهم القرآنيين هول الجامعات بسموا حالهم القرآنيين ليش أنه هن بيخذوا من القرآن على زعمهم وهؤلاء دجاجلة القرآن بريء منهم والقرآن أمر باتباع الرسول وبالأخذ بسنة الرسول وبحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذن يجب الإيمان بالرسول وبما قال الرسول ويجب التصديق يجب الإيمان والتصديق بكل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا فمن شك في صدق الرسول ليس من المسلمين ومن شك في صدق الرسول لم يؤمن بالرسول ومن لم يؤمن بالرسول لم يؤمن برب العالمين فهو كافر وإن ادعى الإسلام والآن بلغني وللأسف من الأمور المحزنة من الأمور التي تبكي القلب أن في بعض البلاد الإسلامية هناك هجمة في بعض الجامعات وفي بعض المجتمعات على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى حديث الرسول يريدون إقناع الشعب والناس أن الإيمان بالله وحده يكفي بدون الإيمان بالرسول أخبرني وحادثني بعض المشايخ في بعض البلاد قالوا نريد محاضرات في هذا الموضوع لأن في بعض الجامعات الآن يقولون للناس الإيمان بالرسول ليس ضروريا الإيمان بالله هو الضروري هو الأصل فأنتم لا تؤمنوا بالرسول لا تأخذوا بالرسول ولا بكلام الرسول هذه هجمة منظمة وهذه هجمة يعني هناك من يشتغل عليها وهناك يعني جماعات وربما دول وراء هذه الهجمات الفاسدة الكفرية التي تنال من ديننا ومن الإسلام ومن نبينا الشريف الكريم المبارك صلى الله عليه وسلم فإذا احذروا نبهوا الشباب نبهوا الكبار نبهوا الصغار نبهوا النساء فليحذر الجميع من لم يؤمن بالرسول ليس من المسلمين من لم يؤمن بالرسول كافر برب العالمين من لم يؤمن بالرسول عدو الله من لم يؤمن بالرسول ليس من أهل الإسلام من لم يؤمن بالرسول ليس من أهل الإيمان من لم يؤمن بالرسول ومات على ذلك فهو حطب جهنم إلى أبد الآبدين قُلْ أَطِيعُ اللَّهَ وَالرَّسُولَةٌ يعني آمِنُ بِهِمَا قُلْ أَطِيعُ اللَّهَ وَالرَّسُولَةٌ فَإِنْ تَوَلَّوا يعني أعرض عن الإيمان بالرسول فإن الله لا يحب الكافرين يعني هذا الذي أعرض عن الإيمان بالرسول أو أعرض عن تصديق الرسول هذا كافر بالله وبالرسول والله لا يحبه لكفره والله لا يحبه لكفره ثم الرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه أليس في الحديث المتواتر قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله هكذا يقول هو صلى الله عليه وسلم عن ذاته عن نفسه هو الرسول يقول من لم يؤمن به فهو كافر بالله قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وفي حديث آخر أليس قال صلى الله عليه وسلم ما من يهودي ولا نصراني يسمع به ثم لا يؤمن به وبما جئت به إلا كان من أصحاب النار إذن أين هؤلاء الزنادق الذين بعضهم يدعي الإسلام ويطعنون في صدق الرسول وفي عصمة الرسول ويقولون الرسول يخطئ في التشريع وبلغني أن بعض الحمقى يقول عن هذا الذي قال عن الرسول يخطئ في التشريع علامة أستاذ فقيه ويترحم عليه ويسني عليه وهو يطعن في عصمة رسول الله ويقول يخطئ في التشريع أين هؤلاء الزنادق الذين يخطئون الرسول في التشريع أين هؤلاء الزنادق الذين يطعنون في صدق الرسول ويقولون والعياذ بالله لا يجب علينا أن نأخذ بما قال الرسول نحن الإيمان بالله يكفينا أو يقولون القرآن يكفينا وهذا اتخذوه ستارا ليضل العباد ليضل الناس فإذن يا إخواني لابد للدعاة أن ينتبهوا لابد للمشايخ أن ينتبهوا قدموا للناس ما يرغبهم ما يقربهم ما يزيدهم تمسكا وتعلقا بالقرآن والدين والرسول صلى الله عليه وسلم وحذروا الناس من هذه الأفكار الكفرية الكاسدة الفاسدة التي تروج والتي يروج لها في بعض البلاد وفي بعض الجامعات وفي بعض المواقع الحث على الانتباه أثناء الدرس قال الإمام الهراري رضي الله عنه خطر أن يكون الشخص في مجلس علم ولا ينتبه لما يجري في المجلس قد يخرج ويقول عن شيء حلال حرام قد يخرج فيقول عن شيء حرام حلال وهذا له عدة أسباب بعض الناس في مجلس العلم يقعدون يعني كما يقول بعض الناس كميلة عدد يعني ما جاء متعلما ولا جاء متصفا بصفات طالب العلم ولا جاء مستمعا ولا جاء طالبا للفائدة يأتي يقعد فيشوش على نفسه أو على غيره إن كان في المسجد إن كان في الدرس الذي هو في بيت أو في قاعة أو ربما في صف مدرسة وهي حصة الدين مثلاً فبعض الناس يقعد فيشوش على نفسه ويشوش على غيره ثم يخرج من المجلس ويقول قال الأستاذ قال الدكتور قال المحاضر قال الخطيب قال الشارح والشيخ ما قال والأستاذ ما قال والدكتور ما قال والمحاضر ما قال والخطيب ما قال إذن من أين جاءت هذه التركيبات؟ من التوهمات التي كانت بسبب التشويشات التي حصلت في المجلس بسبب التشويش وعدم الانتباه وعدم الاستماع وعدم التركيز على ما يقوله المدرس بعض الناس قد يسمع المدرس يقول كفر والمدرس ما قال كفر يقول المدرس كفى فرق كبير بين كفر وبين كفى لكن بسبب التشويش أو هو كان منشغلا بالهاتف مثلا عم بيعمل رسائل هو قاعد بالدرس عم بيصقب الرسائل وبيوزع رسائل وبيضرب الموعيد وبيحضر الطبخة وبيحضر الظهرة هو كله بالدرس بيبعد فيديوهات ودحك ولعب ومصخرة هو أعب بالدرس بيطلع بيقول قال كفر الشيخ بتيجي بتسمع شريط فيديو التسجيل الشهود من كتبه الشيخ قال كفى ما قال كفر بسبب الزحمة بسبب ارتفاع الأصوات ربما أحيانا قد تأتي أصوات من الخارج يكون في قاعة مثلا أو في المسجد بيصير فيه ازدحام في الشارع أصوات السيارات وصراخ الناس وكال السلام الناس وغير ذلك الأسباب كثيرة ربما هو كان ناعسا في المجلس أو نيم وفاء بالمجلس سمع آخر عبارة وهذا بيحصل أحيانا بتفوت على المسجد أو على المصلى بتشوف بعض الناس يعني كانوا نقعدين مثلا بالأوتيل نيمين هذا مسند الحيط نيم وهذا يعني حاطت كتفه على الطاولة ونيم وهذا نيم على الأرض وهذا نيم فهذا لا ينبغي في مجلس العلم ينبغي التيقز في مجلس العلم ينبغي التنبه في مجلس العلم ينبغي أن تجلس جلسة الذي يكون جاهزا منتبها مستعدا لتلق في كل عبارة يعني ما بده يقعد يكون قاعد قاعدة مرتاح يغمض عيونه وينام لا لما أنت تقعد قاعدة بتريحك فبتنعس فبتنام هذه القاعدة بلاها يعني ما تسند الحيطان ولا تسند الطاولات ولا تسند المنبر إنما قعد بحيث لا يصيبك النعاس ما تعد أعدة المسترخي الناعس النائم لا إنما الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا يقعدون في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وحول الرسول من شدة انتباههم كأن الطير على رؤوسهم تصوروا إلى أي درجة كأن الطير على رؤوسهم فإذا طالب العلم ينبغي أن يكون واعيا ما تضر حالك ولا تضر غيرك ولا تفترع الشيخ والمدرس والأستاذ والخطيب والمحاضر كم وكم من الناس نقلوا عن المشايخ ما لم يقوله المشايخ بالتوهم بالخطأ بالغلط إذا انتبهوا في مجلس العلم مش تكون قاعدة عم تحضر درس وشغال على النات تاني وفاتح التليفون وعم تبعث رسالة وعم تشرب الناس كفاة والسندويش تحت النات لا إذا طالب العلم ينبغي أن يكون واعيا مش أنت قاعدة عم تحضر درس عم بتخلص مشاكل البيت ومعيد زوجتك لا ليه حتى ما تفهم غلط لأجل أن لا تفهم خطأا لأجل أن لا تنقل لا عن الشيخ ولا أن تفهم أنت ما يضرك أو يؤذيك لذلك قال العلماء طالب العلم ينبغي أن يكون واعيا وقالوا من حضر بقلبه ما غاب لاحظوا بقلبه من حضر بقلبه ما غاب ومن غاب بقلبه ما حضر ومن غاب بقلبه ما حضر هو جسمه معك بالدرس باستفكيره وزهنه وكل خططه مع فريق الفطبول والجول والنادي والملعب وأي ساعة الاطفائية تحت البيت وأي متين بده يروح ومين بده ياخده على الموتسيك أو بالسيارة طيب كيف بده يستوعب هذا؟ كيف يستوعب الدرس؟ إذن طالب العلم ينبغي أن يكون واعيا من حضر بقلبه ما غاب ومن غاب بقلبه ما حضر لذلك ينبغي التنبه حتى ما تطلع تقول قال الشيخ حلال وهو لم يقل أو قال حرام وهو لم يقل أو هدى كفر وهو لم يقل إذن التنبه مطلوب قال صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها انظروا إلى هذا الحديث كم فيه من الفوائد والمعاني الراقية العظيمة الشريفة كم فيه من الفوائد وكم فيه من المنهجية وكم فيه من التوجيه وكم فيه من القواعد التي هي للدارسين كأساتذة أو كطلاب فمن عمل به نجا وفاز جلب الجدد قال الإمام الهراري رضي الله عنه لا تنسوا ما أوصيتكم به أن تجربوا غيركم لتعلم العقيدة لا تنسوا هذه الوصية لأن أهل الضلال يجربون الناس إلى الضلال رجب ديب كان يلزمهم أن يجربوا له عشرة ومن كان لا يجرب له يأخذ منه مالا شو يعني جلب الجدد الشيخ رحمه الله ما كان يريد أن يكثر الناس حوله للدنيا لا الشيخ رحمه الله كان يعيش لخدمة الدين والدعوة والإسلام وتعليم الكبار والصغار نحن كنا نراه يقعد مع الواحد أحيانا مع شخص واحد ويخرج هو لزيارة الناس ويقعد مع الصغير ويقعد مع الكبير ويخرج لزيارة المرضى مرة كان مريضا والطبيب قال له تحتاج راحة ثلاثة أيام وإلا فالحنجرة والأوتار قد يعني يزداد فيها الألم والمرض والتعب وهذا يسبب مشاكل أكبر قال له إن شاء الله ذهب الطبيب فقيل للشيخ بعض الناس اجتمعوا في الخارج يعني بالصالون بره فقال الشيخ أخرج إليهم أنا قلت له يا شيخنا ما سمعت الطبيب ماذا قال ماذا قال لي قال لا أطيل قال لا أطيل أسلم عليهم أقعد قليلا ثم أرجع قال يأتون ليش اسمعوا وانتبهوا يريدون أن يستمعوا مني جايين يتعلموا جايين يسمعوا منهم من الشيخ رحمه الله خرج الشيخ كم قعد معهم قريب السلاسة أرباع الساعة قريب السلاسة أرباع الساعة هذا مع المرض وكلام الطبيب ومع لا أطيل ثم ماذا قال قال هنا تعب وفي الخارج تعب التعب في الطاعة راحة انظروا إلى تفكير أهل الصفاء الذين يريدون الآخرة ويعملون للآخرة كأن الجنة مصب أعينهم قال هنا تعب وفي الخارج تعب التعب في الطاعة راحة مرة كنت معه في ألمانيا رحمه الله وكن في بيرلين وكان أراد أن يذهب إلى مدينة إسن لأجل المحاضرة تعرفون مسافة بعيدة جدا في البر نحو خمس ساعات تقريبا فالحاصل والشيخ كبير السن ومريض قال اسبقني وابدأهم قبل أن أصل نحن خرجنا قبله يمكن بساعة أو أكثر لعله أكثر ووصلنا إلى مصلى صلاح الدين في مدينة إسن نحن كنا في بيرلين وانطلقنا قبل الشيخ واحتشد الناس هناك بدأت بالمحاضرة أعطيته قريب سلاسة أربع ساعة يمكن شرحت كلام الطحاوي الأصور الأربع التي تعرفون كم كان يعتني بها وكان وضعها في بيته على اللوح ليحفظها الكبار والصغار ويعيد تدريسها لكل الوافدين وفيها هذه الكلمات تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر هذه الأصطر الأربعة شرحتها أنا في مصلى صلاح الدين في إسن وتكلمت في أمور عديدة وكثيرة مما أعرف أن الشيخ له رغبة أن تذكر في المجالس ثم جاء الشيخ بعد أكثر من ساعة تقريبا وصل وكان في البر جاء الشيخ رحمه الله في البر مع كبر سنه ومرضه فقمنا استقبلناه ماذا قال الشيخ رحمه الله قال يوجد مكان هنا أضع جنبي على الأرض لدقيقة واحدة رجل كبير مسن هو مات رحمه الله عمره قريب المئة وخمس سنوات فهو بحاجة للراحة وهو يأخذ أدوية ومسافة بعيدة الشباب يتعبون منها في العادة قال يوجد مكان أضع جنبي على الأرض لدقيقة واحدة قلت له نعم يوجد في مصلى صلاح الدين المصلى القديم الآن الحمد لله صار لهم يعني مسجد كبير وتوابع له ومؤسسة كبيرة الآن أتكلم عن المصلى القديم في صلاح في اسم مصلى صلاح الدين كان يوجد غرفة صغيرة يسمونها المكتبة قلت له نعم هنا يوجد غرفة فتحنا الباب دخل الشيخ لم يطلب لا كنبة ولا سرير ولا فراش ولا بطانية هذا الحرام لا على الأرض يعني هذه المكاتل العادي اللي بدعوسوا علي الناس وضع جنبه عليها بالفعل يمكن لو أردنا أن نضبط له الساعة يمكن دقيقة لعله دقيقة قال يكفي أخرج إلى الناس كما أقول لكم أنا كنت حاضرا قال أخرج إلى الناس فأنا أردت أن أخفف عنه قلت له يا شيخنا شرحت لهم كذا وكذا 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 أردت أن أخفف عنه قال لي بارك الله بك جزاك الله خيرا ثم دخل إلى المصلى وبدأ بمحاضرة جديدة وبدرس جديد قعد نحو ساعة ونصف تكلم في العقيدة في المشيئة تكلم في عقائد أهل السنة ثم تكلم في الطريقة الرفاعية وتكلم عن الغوس الرفاعي رضي الله عنه وعن مناقبه ثم لقنا الناس الطريقة الرفاعية انظروا مثل هذا الرجل بهذا السن مع كسرة الأمراض ما هو مراده ما هو قصده يأتي من بلد إلى بلد وفي البر وفورا بلا استراحة من درس إلى درس ماذا يريد إلا الآخرة إلا السواب والأجر لأنه يعرف أن الدنيا زائلة إذن ما كان مراده أن يكسر الناس حوله للدنيا إنما كان مراده أن يوصل العلم إلى كل من استطاع أن يعلمه لماذا قال إن استطعتم أن لا تتركوا بقعة في الأرض إلا وتوصلوا إليها الدعوة ففعلوا هذا مراده الشيخ مات ولا يوجد مؤسسة باسمه لا يوجد مؤسسة واحدة باسمه لا يوجد مؤسسة واحدة باسم زوجته لا يوجد مؤسسة واحدة باسم ابنه لا يوجد مؤسسة واحدة باسم ابنته لماذا كل الذي بناه في لبنان والخارج إنما هو لأهل السنة والجماعة ما وضعه باسمه باسمه ولا باسم أقربائه لا في هرر ولا في لبنان لابنته أو زوجته ولا لابنه في أستراليا لإنما كان يبني لأهل الصنة يبني للمسلمين يبني للأمة فما هو مراده من جلب الجدد جلب الجدد بعض الناس قد يظن شيئا يعني تنظيميا دنيويا لأغراض مالية وسياسية إنما كان المراد من ذلك العمل بالحديث قال صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية قال طلب العلم فريضة على كل مسلم الشيخ كان يعمل بالفرض الكفائي تعليم الناس نشر الدين نشر العقيدة تحصين الناس بالتوحيد تحزير الناس من الكفر تحزير الناس من أهل الضلال والفساد هذا الذي عمل له واشتغل عليه وهذا الذي رأيناه منه إلى أن مات وهاهو قد مات رحمه الله فإذا هل ترك شيئا كان يخفيه لا إذا كان يبني للأمة إذا كان يبني للأمة فهو صادق في حياته وصدقه تأكد أكثر بعد موته ونهجه لم يتغير عندما كثر الأتباع لم تتغير عيشته بقي على الزهد الخضار المسلوق في بعض الأوقات الخبز والزيت الخبز واللبن الخبز والشاي هذا الذي كنا نراه قد يقول البعض ما كان يأكل شيء آخر بلى هو بشر من وقت إلى وقت كان يأكل العسل أو اللحم بنية حسنة ليتقوى على الطاعات ليقوم بالعبادات لكن الأكثر حاله الزهد هذا الذي كان عليه وكنا نراه عندما صار أتباعه بعشرات الآلاف ما تغيرت عيشته إلى عيشة الرفاهية والدنيوية والقصد من تجميع الناس الاستعلاء على رقاب الناس لا 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 مات رحمه الله ولم يترك مؤسسة واحدة باسم ابنته إنما بنى للأمة إنما بنى للأمة إذن ما هو المقصود من جلب الجدد؟ نشر الدين ما هو المقصود من جلب الجدد؟ القيام بالفرض القيام بالفرض؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما هو المقصود من جلب الجدد؟ العمل على خدمة الإسلام ما هو المقصود من جلب الجدد؟ القيام بنشر التوحيد والعقيدة ما هو المقصود من جلب الجدد؟ تحصين الناس من أهل الضلال تحصين الناس من العقائد الكفرية التي يسمعونها من بعض دعاة الضلالة أو من التلفزيونات أو من الفضائيات أو يقرؤونها في بعض الكتب هذا هو المقصود من جلب الجدد جلب الجدد عند الشيخ وعند جماعته وأتباعه هو خدمة للدين خدمة للإسلام خدمة للناس خدمة للذين يعلمهم خدمة للجدد وخدمة لكل من يصل إليهم لتعليمهم هذا المقصود من جلب الجدد هذا الذي كان عليه ومات وبقي هذا نهجه هو نشر العلم رحمه الله رحمة واسعة فإذا ينبغي علينا جميعا الآن أن نعمل بهذه الوصية وأن نعمل بهذه النصيحة وأن نشتغل جميعا على جلب الجدد وعلى تقريب البعيد وعلى ترغيب الناس بالتوبة وبالعلم وبالصلاة وبمجالس العلم بالحكمة والموعزة الحسنة بالأدب بالتواضع بالانكسار بالرحمة بالشفقة بالصدق بالإخلاص بالسباب بالمسابرة بالسخاء بالجود بالكرم بالخروج إلى الناس بالخروج إلى الناس أما أن تقعد في بيتك بدعوة كورونا وتقفل على نفسك بدعوة كورونا كيف ستعلم الناس كيف سيأتي إليك الناس كيف ستجلب الجدد كيف سيقبل إليك الغريب والبعيد والجديد وصاحب الحاجة والمريد وصاحب السؤال إذا نخرج إلى الناس أيها الدعاة من أهل السنة والجماعة أيها الدعاة من الأشاعر والما تريدية إياكم وأن تعرضوا عن خدمة الدين والدعوة إياكم وأن تحبسوا أنفسكم في البيوت بدعوة كورونا انظروا إلى أهل الضلالة والكفر يخرجون إلى الدنيا لنشر كفرهم وضلالهم يقولون خدمة على زعمهم كذا لأديانهم فإذا أنتم تحملون دعوة النبي وعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك ينبغي على المشايخ وعلى الدعاة للأسف الذين أحجموا في هذه الفترة وفي هذه الآونة صرنا نجد ونرى أن كثيرا من الجنائز والتعازي والمساجد والمصليات والقاعات والساحات والباحات خالية من الدعاة والمشايخ أين في البيت؟ أين لا يخرج؟ أين فلان لا نراه؟ أين فلان لا يزورنا؟ أين فلان لا نعرف أين هو؟ ليش يا حبيبي؟ هتموت إن كان بكورونا أو من التخمة بالمع كورونا هتموت كيفما كان؟ اعمل لقبرك قبل فوات الأوان ولا تترك الخروج إلى الناس الناس الآن بحاجة لمن يكون معهم المريض بحاجة لمن يخفف عنه إن كان كورونا فيك تتواصل معه بعدة أساليب إذا أنت بتخاف فيك تتواصل معه حبيبي بالخدمة بالدواء بالطعام باللباس بالشراب مع الأخذ بالأسباب أنا ما عم بقول لك روح عبطوا وبوسوا مع إنه هذا لا بأس به مع إنه هذا لا بأس به مش مثل ما بعض الناس اللي عم بيتفطأوا ويتحزلقوا أتحداكم ونعمل لكم دعوة تجتمعوا بمن معه كورونا للمعانقة والتقبيل والمصافحة شو يعني؟ أنه عم بتفزعوا الناس روحوا تعلموا التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب نحن لا نحارب الأخذ بالأسباب لا أعقلها وتوكل نحن نقول الأخذ بالأسباب لا مانع منه الأنبياء أخذوا بالأسباب الأنبياء أكلوا وشربوا ولبسوا واستعملوا السلاح واستعملوا الدروع في المعارك وهذا كله من الأخذ بالأسباب الأنبياء استعملوا الدواء وهذا من الأخذ بالأسباب إذن نحن لا نحارب الأخذ بالأسباب بدك تلبس كمامة وكفوف ومريول وتبين وجزمة وتعمل لوح سيارة قدامك اللي بدك يه بدك تغسل حالك بالكلس وشوفي بعد انت بتعتبرها انت وقاية بدك تستعملها استعملها انا ما اقولك لا لكن لا تنقطعوا عن الناس ولا تهجروا الناس ولا ترعبوا الناس ولا تفزعوا الناس ولا تخيفوا الناس ولا تطيلوا ألسنتكم ما تطولوا لسنتكم تعمل لي تحدي ما تحدي في ناس دكاترة وممرضين وممرضات وبيستعملوا كل الأدوية اللي هي للوقاية وكل الوسائل اللي هي للوقاية وماتوا وماتوا اين كنت انت واسباب الوقاية هل منعت عنهم الموت مش هلا بالتقارير وزارة الصحة في لبنان عم بيقولوا اكتر من 470 طبيب ودكتور وممرض وممرضة وعاملين في المستشفيات ماتوا هولي كانوا عم بياخدوا بالأسباب وبالوقاية او ما كانوا عم بياخدوا بل كانوا عم بياخدوا وإلى أبعد حدود لماذا ماتوا كيف ماتوا انتهى الأجل لو قاعد بمرض بين الدواء بدك تموت انتهى الأجل فما تطول لسانك عن ناس وتقول اللي بيقول انه ما في كورونا واللي بيقول كورونا ما بتعدي بعملوا حفلة يجي يعانق الناس ويصافحهم ويقبلهم ايه واللي كانوا عم بياخدوا بالأسباب كيف ماتوا وفي ناس خالطوا وناس معهم كورونا وما ماتوا وما صار لهم شي روحوا اعملوا احصائيات للعيل اللي كان فيها أفراد معهم كورونا وعايشين بين عائلاتهم وأهليهم بالبيوت والبائيين ما صار لهم شي فكل واحد منا يتقي الله عز وجل ما تعدوا تتحزلقوا وتتفطأوا وتتكبروا وتنتفخوا بكلام جهل مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فمن أعدى الأول السيناتكن ما تطولوها الرسول قال فمن أعدى الأول شو على مين عم تردوا أنتوا على ظاهر حديث الرسول على مين عم تردوا على جمهور العلماء نحن ما عم نقولكم ما تاخدوا بالأسباب خدوا بالأسباب خدوا بالأسباب من هلأ لأبكرة وحتموتوا كل هط الأطباء والممرضين والممرضات أخدوا بالأسباب وميتوا إذن هذا سيموت وهذا سيموت برجع بقول للمرة الرابعة والخامسة والعاشرة خدوا بالأسباب ومع الأخذ بالأسباب لكن لا تهجروا المرضى لا تقطعوهم لا تؤذوهم ما تطولوا لسيناتكن عليهم ما تتكبروا عليهم ما تقرفوا منهم ما تهربوا منهم مع الأخذ بالأسباب صلوهم وأعينوهم واخدموهم وأحسنوا إليهم وتواصلوا معهم لو على التليفون ولو من ورا البيب جيب له الدواء لو من ورا البيب جيب له الطعام تتركوه يموت بالبيت إذا كان ما ميت من كورونا بيموت من الجوع أي تفكير سقيم هذا اليوم بعض الناس صاروا بيخاف ويحكم مع مريض كورونا لو على التليفون من قالك أن المرض قد يقال على التليفون على زعمك بيمطئل على التليفون من قال هذا من بلد لبلد إذا بيتصل واحد معه كورونا بقرايبينه أحيانا ما بيردوا عليه من بلد إلى بلد انظروا أي زمن وصلنا إليه بلغني بعض الأبناء تلت شر تلت شر ما دخل على أمه وبيه ما فيت لعندهم ما سأل عنهم ما زارهم ما تواصل معهم ختيارية ومرضة خايفين يكون معهم كورونا بشين ما ينصب هو بالكورونا وهو وين ميت بالحجرة وبالسيارة وبالرصاصة وبالمتفجرة ولوحو أزيز وقع على راسه شقله راسه وأمه وبيه بعده نعايشين سبحان الله ربي يفعل ما يشاء ربي يفعل ما يشاء إذن أيها الدعاة خرجوا إلى الناس الآن الناس يحتاجون إليكم الآن حاجت الناس للدعاة والمشايخ الآن حاجت المرضى والفقراء والضعفاء والعجزة المتشردين المتضررين الجرحى السكالة الناس يحتاجونكم الآن اخرجوا إلى الناس ما تعيشوا للدنيا ما تعمروا للدنيا عمركم هذا ما تضيعوا للدنيا لا تعمر يعني ما تعيش كتير للدنيا إنما اشتغل للآخرة خرجوا للناس الناس يحتاجونكم لا تقعدوا في بيوتكم ستموتون في البيوت أو في الساحات موتوا أنتوا عم تخدموا الدين شرف لإلكم موت بالمكيف والأرقيلة والتلفزيون وتفقيش البذر شوف الفرق بين واحد يموت بساحات وباحات خدمة الدين والدعوة والمجتمع والفقراء وواحد عم يموت من التخمة والنعيم والتنعم إذن اعملوا وخرجوا للناس للأسف من المحزن من المؤسف إنه كتير من المشيخ مضأ مبينين على الساحات كتير من المشيخ ذكرونا باشتياح اليهود لبيروت وببعض الحروب الثانية والثالثة كيف تركوا بيروت وهجروا المساجد وهربوا إلى المصارب راحوا أعدوا بالمصايف صرنا نبعد شباب صغار إلى الملاجئ ليخطبوا الجمعة في الناس وندور نحن على المساجد الكبيرة في بيروت نخطب فيها الجمعة في الاشتياح وتحت الصواريخ شيخنا ما ترك بيروت ولا تلميذوا تركوا بيروت إذن المشيخ ينتبهوا ويخرجوا إلى الناس قبل أن يموتوا فلا يخرجوا الناس في جنائزهم المشيخ عم بحكي المشيخ عم بحكي الدعاة ومن أهل الحق وأشاعروا ما تريدية ليخرجوا للناس وليعملوا على نشر الدين والعلم والدعوة والعقيدة الساحاب بحاجة إليكم قبل أن تموتوا فلا يخرج الناس في جنائزكم الله يختم لنا بخير ويكفينا ما أهمنا ويفرج عن الأمة إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين غدا إن شاء الله الساعة التاسعة مساء في كتاب تدريب الراوي للحافظ الصيوطي والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هللوا وصلوا على رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربي اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات غدا مجلس تدريب الراوي للحافظ الصيوطي الساعة التاسعة بتوقيت بيروت نلتقي بكم ومعكم إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته